اشتركوا في القناة تعمل لأهداف وأجندة مسيسة ضد مملكة البحرين وتشدد اللجنة أن إصدار القرار من دون تواصل مع المجلس النيابي المنتخب والممثل للشعب البحريني يؤكد التعمد في إصدار القرار والمواقف المزدوجة والمسبقة على الرغم من قيام رئاسة المجلس النيابي بتوجيه الدعوات الرسمية للبرلمان الأوروبي وأعضائه لزيارة مملكة البحرين والوقوف عن كثب للإنجازات الحقوقية والمؤسسية في المملكة وتؤكد اللجنة أن المزاعم المغلوطة التي تطرق لها القرار وتمس هوية وقيم المجتمع تعد تجاوزا مرفوضا وتدخلا غير مقبول في الشئون الداخلية لمملكة البحرين وتبدي اللجنة أسفها البالغ من قيام البرلمان الأوروبي بهذا الأمر الذي يتناقض مع أصول وأسس العمل البرلماني والإصرار في التغاضي عن الجهود البارزة والتقدم الرائد والمبادرات الحضارية والإجراءات القضائية والتشريعات الحقوقية العصرية والإنجازات المتعددة التي حققتها مملكة البحرين في ظل حرصها واهتمامها ورعايتها لحقوق الإنسان والحريات وما يشهده المجتمع البحريني من احترام لقيم ومبادئ التسامح والتعددية والتعايش والسلام والانفتاح وما تزخر به مملكة البحرين من مؤسسات رقابية وحقوقية وطنية تمارس دورها بكل مهنية ومسؤولية وفق المعايير الدولية بجانب منظومة الإجراءات التشريعية في مجال العقوبات البديلة والسعي لتنفيذ مبادرة السجون المفتوحة والعمل المتواصل من أجل رعاية وصون حقوق الإنسان باعتبارها ركناً أساسياً في مملكة البحرين